ينضم إلينا من بيته في نابلس مرسل الغد خالد بوذير خالد ما آخر التفاصيل حول عداد الجرحة التي سقطت بالأمس وماذا عن المواجهات التي دارت الليلة الماضية في بيته نعم يعني هدوء حذر يشهده مدخل بلدة بيته في هذه اللحظات وذلك بعد طبعا مواجهات ليلية استمرت طيلة ساعات الليل وحتى ساعات الفجر الأولى أصيب 106 فلسطينيين واحدة منها بالرصاص الحي وهناك قرابة 70 إصابة بالاختناق هذا هو حال المدخل كثير من الحجارة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتمركز في المدخل دون إعاقة تذكر حتى هذه اللحظة لدخول وخروج المركبات الفلسطينية وذلك في إطار استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي والأمني في محيط بلدة بيته بيته يعني تشهد منذ الثاني من أيار حراكا شعبيا ضد إقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح إلى الجنوب من البلدة وبالتالي ارتفعت وطيرة التصعيد العسكري الإسرائيلي وممارسة الهوس الأمني ما الذي حدث مع الشهيد فادي سليم الذي يبلغ من العمر 41 عاما وهو متزوج وله خمسة من الأطفال هناك على الجهة المقابلة تشاهدون واحدا من نقاط المياه ويسمى بئر الماء الذي يتم استخراج منه المياه الجوفية باتجاه المستوطنات هذا البئر تسيطر عليه الشركة ماكاروتا الإسرائيلية وتتحكم بعملية كميات المياه التي تصل إلى القرى الفلسطينية جنوب نابلس وتحديدا بلدتي بيته وكذلك أيضا حواره اعتاد الشهيد فادي سليم والذي يعمل أساسا في مجال التمديدات وشبكات المياه على أن يذهب ليليا إلى تلك النقطة إلى نقطة الرب ويقوم على فتح خزان المياه باتجاه البلدة لعملية تعويض النقص الحاد التي تتعرض له القرية نتيجة طبعا الإجراءات العسكرية الإسرائيلية على الفور جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى ما يبدو أنه كان قد أعد كماء لعدد من الشبان الفلسطينيين على طول الطريق أطلقا رصاص عليه بكثافة يعني هناك وفق مصادر عائلية وحسب اتصالات الارتباط الفلسطيني هناك أن جثمان الشهيد تلقى أكثر من 12 رصاصة في جسده ومنعت تواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه ولا زال جثمان الشهيد بحوزة جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب الإعلان عن استشهاد الشاب فادي سليم قبل منتصف ليل البارحة اندلعت المواجهات واستمرت حتى الساعة الرابعة ونصف من فجر هذا اليوم كانت مواجهات عنيفة اقتحم من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي مدخل البلدة باتجاه عمق البلدة وكانت هناك عملية لإطلاق القنابل الغازية القنابل الصوتية الرصاص المطاطي الرصاص الحي وشهد محيط البلدة إغلاقات وتواجد عسكري حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن دورية واحدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكن لربما المشهد مرشح للتصعيد هنا في اندلاع مواجهات خلال الساعات القادمة طالما أن جثمان الشهيد لازال بحوزة جيش الاحتلال الإسرائيلي ويرفض تسليم الجثمان للجهات الرسمية الفلسطينية لمواراته الثرى وفق تقاليد الشريعة الإسلامية هذا هو الحال في بيته بالتالي منذ الثاني من أيار يرتفع عدد الشهداء في أحداث جبل صبيح إلى ستة شهداء ألاف الجرحى الفلسطينيين والمزيد من حملات الاعتقال التي تنفذ في البلدة بالأمس كان أيضا هناك اعتقال لطفلين فلسطينيين بعد كمين نصب من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من منطقة جبل نمرأ في الجهة المقابلة لجبل صبيح وهذا بالتأكيد يزيد من تصعيد وتوتر الأوضاع هنا في بلدة بيته من بيته كنت معنا مراسل الغد خالد بدير شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر